وزارة الشباب والرياضة بتخاطب اتحاد الدراجات واللجنة الولمبية علشان الازمة اللي أسيرت في الساعات الأخيرة شاهد سعيد لعبة الدراجات موقوفة سنة من قبل اتحاد اللعبة لأن هي اعتدت خلال بطولة الجمهورية اللي كانت في السويس في أبريل الماضي على منافساتها أو زميلتها جنة عليوة جنة عليوة أصيبت بكسر في الضلوع وارتجاك في المخ وبالتالي الاتحاد أخذ عقوبة مشددة ضد اللعبة شاهد سعيد وأوقفها سنة ولكن إذ فجأة تقرر سفرها لتمثيل في الدورة الولمبية هي تأهلت لهذه المشاركة من خلال التصفيات الأفريقية وبالتالي اتحاد اللعبة المبرر اللي بيدفع به ما احنا بلغنا الاسم قبل كده فنتعرض لعقوبة من الاتحاد الدولي لو شلنا الاسم لكن ده ما كانش مقنع لدى وزارة الشباب ولدى اللجنة الولمبية الاتنين تحركوا على إثر هذا الرفض الإعلامي الشديد في مناقشة هذه القضية وقالت وزارة الشباب أن هي أرسلت خطابا لللجنة الولمبية المصرية للتوجيه بشأن إعادة دراسة موقف مشاركة اللعبة والإجراءات التي قام بها الاتحاد في هذا الشأن وموافاة الوزارة بتقرير تفصيلي وفقا لللوائح المحلية والدولية المرتبطة في هذا الشأن ومراعاة لكافة المواثيق والمعايير الرياضية الدولية وأخزم في عين الاعتبار القواعد الأخلاقية الحاكمة للمنظومة الرياضية هيا يا صاح زبراين بقى تعالوا النابع عشان فيه شوية حاجات كده هاد أكلمك فيها هي توقفت ليه؟ موقفة سنة محلية ما هو اللي وقفها وقفها لسبب إنه شعر إنها تصرفت بمعايير غير أخلاقية تجاه زميلة كادت أن تودي بحياتها من أجل منافسة اعتبروها منافسة غير شريفة صح ولا غلا؟ ها ها كيف يمكن أن يكافأ شخص ها؟ هذا هو الاتهام الموجه إليه إنه يروح يبقى يمثلك في دورة اللومبية وهي بالمناسبة غير مرشحة لأي ميداليا لأنه كان يطلع علولنا السبب إنها مرشحة دي كانت بتنافس على الميداليا البرونزية مع جنة في مطلط الجمهورية في مطلط الجمهورية ما إحنش عارفين حتى الرانكينج بتاعها هي سبقى جنة ولا جنة سبقى عشان نقول هي ليه الحادثة دي حصلت مش عما عندنا كنا نتمنى اتحاد الدرجات يطلع يقول جنة متقدمة ودي جات وراها دي في المسابقة دي ما هو ما فيش تصنيف في الدرجات ما فيش تصنيف في المستويات كلهم لعيبة أيوة لا انت بتاخد تصنيفها ما فيش زمن لا ما فيش زمن مصنفهم ومش زمن يا أستاذ إبراهيم ما أنا بقى من مجموع البطولات بيرتب لك نقاط فبيتقال يعني في الدرجات مش معروف مين لعب مصر الأول في الدرجات معروف المنتخب اللي بيتشكل من الولاد والبنات ما كويس بيتشكل من ايه من مجموع بطولات بتكامل بس بطولة أفريقيا مش البطولة المحلية يا سيدي ده ده موضوع تاني التأهيل في أفريقيا أنا مش بكلمك في التأهيل في أفريقيا أنا بكلمك أنت اتحاد مصري أوقفتها وهي تشعر مش يجوز جنة ديكت هتروح تلعب بأفريقيا لولا الإصابة أنت مش عارف في حاجة مش فهمنا أنا مش عارف أتكلم فيها لكن بقولك إحنا إحنا ما صفرناش أو ما ساندناش إهاب عبد الرحمن في الرمح إحنا ما ساندناش إهاب عبد الحميد في رفن أسخار إهاب عبد الحميد ده كان رايح مرشح على أي مدالية بالتلاتة واخد بالك قبل كده يعني الدعم الدعم يروح لمين يعني أنت لو عاش تقاتل عشان حد يشارك تروح لمين لحد بطل حقيق بطل حقيق يستحق يستحق أنك تناضل حتى لو غلط أنك تحسن صورته أنك تختصر عقوبته أنك تكسبه لكن اللي اتنين بعده مش موجودين من ثلاث أربع سنين كانوا أبطال عالم يعني إهاب عبد الحميد في رفع الأسقال كان أحسن أرقام في العالم وقتها إهاب عبد الواحد بتاع الرمح إهاب عبد الرحمن إهاب عبد الرحمن في رمي الرمح كان هو في الدور الماسي جاء عامل تسعة وتمانين تسعة وتمانين ده ده رحمن محترم جدا جدا في الرمي الرمح يحطك من المؤهلين لمداليا قطعت فإنت وده كان بدايته كان صاعد كان ممكن نقصر التسعين أنا عايز أقول إيه؟ ما تخلي معاركنا في الحاجة اللي تسوى إن أنا ما يجيش لعيب يسيبني ويمشي ما يجيش لعيب يرتكب في حق نفسه هنعتبر إنه ارتكب في حق نفسه خطأ أدى إيه لعقابه أنا مش جيت تحقيق عشان أعرف أبرياء ولا مش أبرياء لكن يستحق النضال النهار ده شهد هتروح تكافأ وهي معقابة هنا لسوق لسوق تصرف مش هقول سوق سلوك أو أدى إلى إصابة قد تكون أقعدة داملتها لا يمكن يكون ده المكافأة إنها تروح للأولمبياء تروح للدورة الأولمبياء خاصة مش مصنفة لها مصنفة نبقى نقول إيه؟ من فضلك يا جنة سمحي والله والمفروض حتى لو جنة قالت كلمة دي اللي خلتني بتكلم قالت لو أنها اعتذرت لي وقتها لا سامحتها تخيل لو أنت خبت في واحد غصبة عنك بتقوم تجري تقومه وتحتضنه واقوم نفسك مش زميلك وتحتزله فلما تقول ما اعتذرت ليش فدي مضيقاني من ناحية الرياضية يعني نتمنى أن اتحاد الدراجات يفصلين إذا كان حيصفرها حيصفرها ليه؟ لا مش حيصفرها أو مش حيصفرها برضو مش حيصفرها ليه؟ اللجنة الأولمبياء هتطلع بيان يوم الحد بنتيجة ما توصلت إليه المسألة طيب أنت وصلت القرار أهو قبل اللجنة ما تطلع لأن هما اللي وصلوا للقرار قبلنا قالوا مش هنطلح لا هما اللي حققوا في الواقعة وشافوا الفيديو بتاع السبق وتحرياتهم أنه الاتنين كان فيه مشادة بينهم قبل السبق فهي لما راح عليها رايحة يعني رايحة أصادتها آه يعني شفت الفيديو رايحة عليها ودفعتها وقعتها على الأرض ايه ده؟ في أسناء السبق يا سيد مريم داشروع فيه فدي مسألة كسر في الضلوع وارتجاج في المخ والبنت معرفتش حتى تمتحن غابت عن امتحانات كلية التربية الرياضية لأنه قعدت فترة فقد الزكرة اتحاد الدرجات هو اللي حقق وهو اللي أخد العقاب لمدة سنة ضد اللاعبة فبالتالي أنت اللي حققت وانت اللي تأكدت أن الخطأ اللي حصل ده ما كانش ينفع السكوت عليه ما كانش ينفع اختيارها للتمثيل للولمبي دي ألف باقي يعني إيه اللي حصل؟ كويس إن اللجنة اللولمبية كانت في الأول متبطة عن التدخل لكن بعدما الوزارة حست وده هنا يحيى دور الإعلام الحقيقي لأن الإعلام اليومين اللي فاتوا يعني هب هب لصالح الروح الرياضية والمنافسة إن كنتوا اتنين من فرقة واحدة ده لو حصل بين اللاعبة المصرية مع لعبة منافسة من دولة أخرى أو من فريق آخر كانت الناس الرياضيين هيتدايقوا لأنه دي مش رياضة إحنا أو الناس كنا هنتدايقوا فما بالك بلاعبة زميلة لها مصرية أنت فاكر في النهائي في دورة أولمبية واحدة اسمها حاجة بد بتجري خبطت في زميلتها المتقدمة وكملت وكذبت المدالية لأت من الهجوم على مستوى العالم معرفتش تستمتع بالمدالية اللي خدتها واعتذرت وقدمت يعني كان حديث شهير جداً الموضوع ده مش ظاهر لأنك تصطدم في حد هو مندفع أنت بتعرضه لخطورة قد تهدد حياته صحيح صحيح يعني أنا مش مستوع باللي حصل إذا كان حدثة خلاص لكن لو مش حدثة لا يا جماعة ما ينفعش كده فحسناً تحركت الوزارة وطلبت من اللجنة الأولمبية موافاتها واللجنة الأولمبية قالت هتبحث الموقف واتطلع بيان يوم الحد إن شاء الله كل التوفيق للبعثة المصرية الأولمبية إن شاء الله بحصات يليق بقيمة مصر الأولمبية المرات دي من أكثر مرات البعثة المصرية في تفاؤل